السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن قلة حركة الجنين في الشهر السامن في حال كانت حركة الجنين أقل من 10 حركات خلال ساعتين ينصح بالتوجه إلى الطبيب بشكل فوري للإطمئنان على وضع الجنين وابتشاف سلب خموله وأسباب نقص الحركة كثيرة ومنها نقص كنمية السائل الأمينوسي حول الجنين أو لتناول الأم المسكنات القوية أو مهدئات نفسية وقد يكون التدخين أو التعرض للدخان هو السبب لأنه يقلل كمية الأكسجين في الدم وبالتالي يمنع وصول الأكسجين للحيوي للجنين وأيضا قد يكون بسبب نقص تغسية الجنين بسبب وجود مشاكل في المشيمة أو انعقاد الحبل السري أو ارتفاع ضغط الدم عند الأم أو وجود تكلسات تقلص مساحة التبادل بين الأم والجنين تشعر الأمهات بحركة أطفالهن داخل بطونهن من الرقلات ولمسات أيديهم الصغيرة لقدار البطن ورغم كونه شعورا ممتعا لدى أغلب النساء فإنه قد يتسبب لديهن في التفكير فيها واجس كالخوف من فقدان إحساسهن بهذه الحركة أو إصابة الجنين بمكروه ينصح بمراجعة الطبيب بشكل منتظم ودوري لمتابعة مراحل نمو الجنين والتأكد من عدم موجود أي اضطرابات تعيق وصول الغذاء والأكسجين إلى الجنين كما ينصح باتباع نمط غذاء صحي ومتكامل طوال فترة الحمل لإمداد الجنين بالفيتامينات والعناصر الأساسية وممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة لتحسين الدورة الدموية في الجسم وتحسين وصول الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية للجنين ولكن عند الشعور بتغير أو نقص في حركة الجنين وتوقفه عن أي نشاط عليك تناول الطعام وشرب الكسير من الماء والاستلقاء على الجنب الأيصر والتركيز على حركة الجنين لمدة ساعتين فإذا لم يتحرك الجنين عشر حركات خلال مدة ساعتين بادري بالاتصال بالطبيب على الفور في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلاقي وكممنت وتشاري الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ